أخوتي وأخواتي في عالم الزراعة والنباتات المنزلية أسعد الله وقاتكم بالخير والبركات اليوم حديثنا عن الطفرات في بعض النباتات يعني أنت تشتري نبات شكل ويطلع لك بعدين شكل يطلع لك فد فرع أو يطلع لك فد شون نقول نبات يختلف عنه وأني يعني أكثر من مرة يوم سيد عبيس الحطاب حتشال عن هذا الموضوع بس سرح نستغل وجوده ونسأله السلام عليكم سيدنا السلام عليكم السلام سيدنا قبل فترة صار حديث لإخوان المتابعين دائما أنت ما تبخل بالمعلومة الله يحفظك يحكينا عن الطفرات أبا عبد الرحمن يعني مثل هاي العام أول عام هاي ما عدي هذا اللون كان ما عندك طفرة من هادي يحكينا هاي منين جيبت يعني جيبت همايات شريت همايات من بغدادي ها ها أحسن جيبت همايات طفرة عدي من هاي هنان عودة واحدة عودة واحدة من هذا اللون من هذا اللون ها طفرة من هذا ها معيني؟ نعم بس روطة واحدة نعم وكاثرتها هذا الزرق أقوة من هذا يعني طلعت هاي ها هاي النوع من المكحلة ها من هاي من هاي الورزية وكاثرتها هس票 انا هاي الكثار ماتة وهي انواع يعني هاي ايه وكاثرة يعني صار عندك بكميات هunya هاي Iraq بتفصلتها بالكامل هذ القطنية ها 1800 هام عندك.. يا هم طفرة عديه هسا داυτه اليوم إيي احول بي ساة بيا خطع الصفر يعني السيد هاي كلها هاسا هاي هاي من الطفرة من الطفرة هي ها ما имеيه تفصلت ها شوف ما أخوان العزى يعني عودة فرق كل الشي هواي بس شوفوا. الورقة اعراض. الهرش اقوى. الهرش اقوى سبحان الله. الهرش ماذا يعني قوي كلش. بينما هادا هاي شوية ضعيفة. ها. سبحان الله. هادا اقوى. سبحان الله. سيدة هاي بعد شن الطفرة اللي صارت. هاي هسا طفرة عجية من هاي القطنية. هادا النوع القطني. هاي القطنية منين سيدي انتقى بالفترة. ابو اسام ابو السبير. ابو اسام. ها. الاخ محمد. ايه. ابو عبد الرحمن. شون طفرت? ها. صارت عدة طفرة. يعني هنا بيها ها. ياخد اصفر. تبارك الله شوف. عدة ذنب لابس هام. ما شاء الله. فهذا بينما هاي هسا الاصلية. ما بيها. يعني هاي هسا القطنية. القطنية ما بيها. هاي. شوفوا. اللي جاب ليها اللي ابوه ابو اسام. ما بيها. بس جيت لك عدو طفرة. طفرة. احسنت. اخوان اللي عزاء حسنا ها. ها. هنا شوفوا هاي. هاي ما بيهن. ما بيهن هاي الطفرة اللي صير خط. خط. اه يعني تقريبا اصفر. وانطاها يعني. خط واضح. خط واضح. خط واضح. خط واضح. شوف اخوان اعزاء. اه. كنت شوف اخوان الله. سبحان الله. اذن اخوان اعزاء. يعني انت بعض الاحيان من تزرع نبات التابعة. يعني كثير من النباتات الجوز تصير طفرة بالمكحلة. بالباقي الالوان. يعني النباتات. ها. اي هذا شوف هسا هاي. هاي شوف اخوان اعزاء هاي. تختلف اختلاف جذري عن عن هذا اللون اللي هسا شوفناكم اياه. يعني هنا نشوفه هسا سبحان الله. يعني مو بس بالوجه. حتى هاي ظهر الورقة. اشوفو ما. اشوف اخوان العزاء. انا راح يبدأ ان شاء الله السيد يكاثر. هاي ما يتعلم. هاي انا هسا راح اخوان سئلوني عن تكاثر اللي بلاب. هسا راح اسوي اه موضوع خاص حول اكثر اللي بلاب. بس هذا الموضوع حول الطفرات. يعني ربما انت تزرع خلنا اقول نوع مثلا تزرع مثل هذا العشق الارجواني. يطلع عندك نوع فرضا نبتة وحدة. او تزرع هذا اضافر الست. يطلع عندك لون مميز. انت تقدر تكاثر هذا اللون ها. هذا الموضوع جدا مهم سيدنا. وهنا هانا هذا ايضا شوف هسا هاي كلها. ما بيها هاي. ما بيها طفرة. ايه. السيدي تابحها. سيد تابحها بدقة انت. ايه خمين. مو هادا شي نادر ابو عبدالله. ايه شوف يعني سيد حتة احتمال تصير طفرات. خلنا قول باللبلاب احتمال بعض الاحيان. البلاب عينة. البلاب كل نوع بنوع عطي. يطيع ان يطلع بيه طفرنا هاي اه شوف. انا قاعد اشوف ما شاء الله. اخوان العزاء هذا الموضوع جدا مهم يعني ربما اتاخد نبات تطلع بيه طفرة فحاول اكثارها لانه من الممكن تكون اه مميزة جدا وتعطي جمالية وتعطي قوة مثل هسا العفواس هذا المكحلة هذا النوع انطقة نوع قوية جدا. هم قوية هاي النوع. هاي قصات منها انقلمة ابو عبدالرحمة ابو عبدالرحمة بنزقمها فرعة اثنين. احسن. ليش اضل عودة واحدة. هاي طبعا وضحناها اكثر من مرة السيد. طريقة اللي اكثر. مكان ماعد جسر. لدي مكان هذا كلها قصة. ايه. نعم. هذا بترى من هنا. اينا. امية تكاثر. احسن. بس مكان ماعدة عندني قصيت ذاك اليوم. احسن. يعني مكان ما عودة صارت اثنين وصير ثلاثة. طبعا بعدنا ما اطول اخوان بهذا طبعا احنا بهذا البيت. هذا البيت ما شاء الله الله يعمره من اكثر سيد عبيس الحطاب. هناك كاثر النباتات. واخواننا بالمحافظات اصحاب المشاتل. نحب نقلكم هنانا النباتات تباع جملة. ساقول ايه تبدي واني يساوه مثل هذا. ها. يعني انت انت اخذ امايات واخذ نفس طريقتك. اخواننا اصحاب المشاتل بكل محافظات العراق. اي واحد يريد يجي بادر وياخذ امايات من سيد عبيس الحطاب يجي علم الطريقة ويشتري من نانا. اخواننا اصحاب المشاتل ليش تشترون الايراني والتركي وباقي المحافظة يعني النباتات المستوردة كل هنا موجودة انتاج عراقي مية بالمية. بالختام نستودعكم الله وفي امان الله. كان معكم ابو عبد الرحمن من عالم الزراعة والنباتات المنزلية. في امان الله.